موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وكل عام وأنتوا بخير بمناسبة رمضان وإن كان كان جدي يقول أنه غلط نقول كل عام وأنتم بخير لازم كل عام أنتم بخير على أساس أنه مبتدأ وخبر ولا يجوز الفصل بينها أيضا كانوا عندنا في دمشق يقولون كل سنة وأنتوا سالمين هاي كانت التحية التي نعرفها وإن كانها كمان فيها خطأ باللغة العربية هلا أنا خرجت على صفحتي على الفيسبوك قبل عام أنه السنة تقال للبلاء فتستعمل لما يكون في شدة أو قحط أو أي مشاكل بالأمة الإسلامية بينما العام يستعمل للسنة الجيدة التي يكون فيها الخير فنتفائل إن شاء الله بالخير خاصة مع الانتصارات التي نسمع عنها وهو رمضان أيضا شهر البركة وشهر التفاؤل فنتحدث عنه قليلا أنه الحمد لله أنه جاءنا رمضان مع هذه الانتصارات ونتأمل منه إن شاء الله التفاؤل والعمل الصالح وكثرة الدعاء والأمل بأن إن شاء الله الأمور تكون أفضل وأفضل سأخصص الحلقات حلقات رمضان لتكون عن رمضان مع موضوعات متنوعة طبعا إلا ما يكون فيها قليل من الفقه قد يكون فيها أسئلة عن الأطفال الصغار عن التربية لكن كلها ستكون عن رمضان إن شاء الله فبالأول نتكلم طبعا الكلام اللي نقوله كل عام أنه رمضان شهر مميز عن سائر الشهور في هذا الشهر تصفض الشياطين في هذا الشهر تفتح أبواب السماء في هذا الشهر يقبل الناس على العمل الصالح الله سبحانه وتعالى يكون أقرب إلى عباده أي عمل بيعمله الإنسان المسلم يضاعف له فأكيد لما يبدأ رمضان ترتفع عند المسلمين الناحية الإيمانية ترتفع الناحية الحماسية والفاعلية كل إنسان يحلم بأن يكون رمضان مختلف عن بقية الأيام وعن بقية الشهور وأن يتقدم هو فيه شخصيا بعمله ونفسيته وأيضا أن يتغير شيء في المجتمع طبعا نتأمل بما أنه تغلق يعني إن شاء الله أنه الله سبحانه وتعالى يكون قريب من عباده وتفتح أبواب الرحمة أن تزيد إجابة الدعاء ومع التفاؤل نحن إن شاء الله سوف نزيد من الدعاء لكي تتحسن الأوضاع أكثر وأكثر فهنا بقى النصيحة التي سأقدمها النصيحة العامة لجميع الناس أنه يكون رمضان فعلا لله يعني بما أنه سوريا الجديدة ستكون مختلفة بأمور كثيرة منها أن يكون رمضان تغيير في حياتنا بعد مرور خمس سنوات على هذه الثورة مع التجديدات الجديدة مع الشعور بأنه نحن نريد أن نغير وأن نبدل وأن ننطلق انطلاقة أخرى مختلفة عن قبل أن يكون هذا الرمضان مختلف يعني الآن أسمع كثيرا المؤسسات التي تعمل كل الذين يعملون للثورة يقولون أنه يشعرون بهذا الرمضان بشيء مختلف عن قبل الحماس الفاعلية إقبال الناس الحمد لله من قديم لم تأتي تبرعات الآن في رمضان تبرعات كثيرة لإفطار صائم لمشروعات لتشغيل الناس الذين طالتهم البطالة لفترات طويلة كل هذا يدفع إلى التفاؤل فأنا من هنا أنادي أن تتغير حياة الأسرة في هذا الرمضان وقلنا أنه نغير عاداتنا ونقبل على مجتمع جديد آخر إن شاء الله في طريقنا إلى التحرر هذا من ضمنه أن تكون حياتنا بأل الله تكون حياتنا مدروسة وليست فقط للتسليوة لله فأنا أنصح كل إنسان وأنصح المرأة بالذات أن تستأثر بهذا الرمضان يعني يكون لها فقط يكون لكي تسمو بنفسه لكي تغير من طباع السيئة لكي تعتني بأطفال أكثر من ذي قبل لكي تشتهد في الدعاء لكي يتغير أي شيء على أرض الواقع لأنه نحن نحتاج إلى العمل ومعه إلى الدعاء فما دام العمل قد أصبح فعالا فإذا ننشط بالدعاء نكون قد فعلنا ما علينا وبقي علينا أن ندعو الله سبحانه و فأنصح كل إمرأة تفرغي لي العبادة وأقول لكي العبادة ليست فقط هي في الصلاة والصيام وقراءة القرآن تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يفعله الصدقة الصدقة من الأمور المهمة جدا التي نهملها نحن جميعا في رمضان الصدقة ليست فقط والله بتقديم المال كما نحن نظن وإنما الصدقة هي أنواع منوعة الصدقة قد تكون أن نطعم الناس وهي طبعا فيها نص وعليها ثواب كبير ولكن نحن نخطئ خطأا كبيرا فنطعم الأغنياء ونترك الفقراء حتى جاء بي الحديث أنه أشر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنية ويترك الفقراء هاي من عاداتنا كمان السورية أنه برمضان نحب أن نجتمع على الطعام فيكون رمضان شاقا على المرأة تقضيه في المطبخ بدل أن تقضيه في الدعاء والاستغفار أو الصدقة أو حتى الأرحام صلة الأرحام لأنه إعداد الطعام يأخذ وقتا طويلا وللأسف نحن العادات تلحقنا في رمضان يعني الأصول على الفطول أن يكون موجود أصناف معينة من الطعام والله أنا لا أعرفها بس بسمعي ممكن تسقي أو فول لست متأكدة لأني لا أطبق ذلك وكل مدينة لها عادة من هذه العادات ولما سافرنا خارج سوريا وجدنا أنه هي شيء شائع في البلدان الإسلامية فكل بلد لها نوع من الطعام يجب أن يوضع على مائدة الأفطار طبعا هو يوضع من باب العادة والتقليد فممكن أن لا يأكل منه أي أحد فيكون على صاحبة البيت أو على المرأة أن تعد هذه الأصناف إجبالي ثم تعد الطعام الأصلي طبعا رمضان أيضا فيه الشراب ضروري جدا بعد العطش الشديد خاصة أنه رمضان هذا العام أتانا في الحر الشديد أيضا كمان بيكون في الحلويات التي يشتهيها الصائم بعد نهاره الطويل المتعب والذي يكد فيه ويخرج من البيت فأصبح العبئ كبير طبعا أعضاد الطعام يأخذ وقتا طويلا خاصة الآن ما في بركة نزعت البركة من حياتنا لم تعود كمان هناك صحة مع هذا الطعام الفاسد الذي نأكله دائما فنجد المرأة تشكو من الأوجاع تشكو من الآلام تشكو من داء المفاصل تشكو من الدوالي فهذا الوقوف الطويل كمان يؤذيها كمان لما تقضي الوقت في المطبخ تضيع حق آخر كل شيء يأخذ وقتا أطول منه اللازم فيؤثر على الواجبات الأخرى وهكذا تأخذ الدعوات الجهد وتأخذ الوقت وتأخذ الروحانيات التي يأخذ الإنسان من رمضان ثم بعد ذلك يأتي الآكلون خلال نصف ساعة يأكلون ربع الطعام ثم مشكلة أخرى أنا أجدها كربة بيت أصعب من طهي الطعام هي توسيع هذا الطعام الزائد في البراد وبعد طبعا ينسي بعضه بعضا بسبب الصيام لأن الصائم يشتهي على السحور طعاما مختلفا فيرفض أن يأكل هذا الطعام باليوم التالي يشتهي الطعام الطازج أو صنفا جديدا وهكذا يتكدس الطعام في البراد على مدار الشهر بالآخر كثير منه يفسد أو لا يأكله أي أحد فنضطر للتخلص منه فالدعوات من أولها إلى آخرها تسبب المشاكل والإعبئ والإرباك بما أننا في عصر الثورات فأنا أنادي بثورة على الدعوات في رمضان حتى بدأت بهذه الحملة في رمضان الماضي وكان عنوان المنشور لا للدعوات في رمضان طبعا هو أثار ضجة كبيرة وإن شاء الله يمكن أن تكرروا وإنشروا هذا العام لأني مصممة على هذا الموضوع الدعوات لم يعد هذا وقتها طبعا إلا بالشروط أنا أتكلم الآن بشكل عام أن الناس ينتظرون رمضان من أجل الدعوات طبعا العبئ يكون دائما على صاحبة البيت وبما أنه هي المسؤولة عن الأسرة وراعية في بيتها فهذا يؤثر على الأولاد فإذن الدعوات يجب أن لا تكون إلا للضرورة القصوى يعني مثلا ضيوف من بلد آخر أو لأهل البيت مثلا قد يكون أصحاب البيت جد وجدة لهم أولاد فهنا لا بأس لأنه رمضان يجب أن يخصص للأرحام والتقريب بين الناس وكمان هذا موضوع سوف أتكلم عنه ولكن المهم أن لا تكون الدعوات التي تقام عادة للتفاخر هلأ لماذا يقيم الناس الدعوات طبعا هنا حيقولوا أنه والله من أجل أنه أن نطلاق وأن نجتمع وأن نتكلم وأن نتبادل المعارف ولكن في الحقيقة أكثر الدعوات كما جاء في الحديث هي تقام بالآخر للتفاخر أو لردين والله هن قاموا بدعوتنا فنحن ندعوهم ولكن نستطيع أن نفعل ذلك بعد رمضان وليس شرطا أن يكون في رمضان خاصة مع زوال البركة يعني النهار يمر سريعا نظوم بالأول أنه رمضان سيكون طويلا وشاقا ولكن سرعان ما تمر أيامه فينتهي نفس الشيء النهار لما تقضيه السيدة في المطبخ وقلت أنا قبل الآن لو كان عنده خادمة الخادمة أيضا ترهق ولا تستطيع السيدة أن تعتمد فقط على الخادمة لأنه لما تكون الدعوة لكبار القوم أو تكون للإكرام فنحتاج إلى أن تكون مجهزة ومرتبة ومنظمة وأن لا يفسد فيها أي شيء فتحتاج لإشراف صاحبة البيت مما يفوت عليها الخير الكثير فإذن في رمضان التفاخر ممنوع وإذا كان والله لحتى يعرفوا أنه طبخ السيدة طيب يعرفوا من قبل وإذا كان قلنا للإكرام نكرمهم فيما بعد ونؤجل ذلك إلا للضرورات إذا جاء بعض الناس من سفر مثلا إذا كان هم ماكسون في البلد فترة قصيرة أو إذا كان فعلا ممكن من وراء هذه الدعوة أن نحصل على خير آخر أو ممكن مثلا تقارب اجتماعي يعني إذا كان محقق الغاية ساعتها ممكن أن نتهاون هذا إذا اضطررنا ولكن بهذه الحالة لا نكسر من الأصناف بهذه الحالة نختار الأصناف السهلة بهذه الحالة أيضا يكون الموضوع يعني مثل ما بنقول بالشامي على البساطة على الموجود بدون التكلف الزائد بالمعقول والمنطق هذه هي الأفكار وأنا على فكرة بدأت بها أحب أن أكون قدوة ولكن لا أحد يستجيب العادات والتقاليد يعني استغرقت الناس لدرجة غير معقولة فأنا بدأت قبل الآن بالعرس وعملت عرس كان على مستوى جيد ودعوت جميع الناس وكان في طعام وشراب ولكن لا فائدة يبدو أنه نحتاج إلى حملة كبيرة لكي يستجيب الناس فمع ذلك سأبقى مصممة على قضية أن لا تكون هناك دعوات في رمضان وأن نستبدلها إذا كان فعلا صاحب البيت يريد الأجر وعادة هالرجال الذين يصرون على هذه الدعوات فإذا كان فعلا يريد الأجر سأقول شيئا هلأ حين ندعو الناس إلى بيتنا أنا مثلا دعوت خمس أشخاص أو عشر أشخاص طبعا سوف أتكلف عليهم مبالغ كبيرة ما بين شراء المواد الأولية وإعدادها وحتى الجهد الذي سأقوم به بينما الحملات التي تقوم الآن بمشروع أفطار صائم وهي حملات قديمة جدا قديمة وفتوجد جهات كثيرة موسوقة أو حتى نحن السوريين أصبحنا نعرف الكثير من العائلات المحتاجة في الداخل والخارج وفي كل مكان طيب أنا بدل ما أدعو إلى بيتي خمسة أشخاص أو عشرة أشخاص هذا المبلغ نفسه يكفي يمكن مئة شخص لإفطار مئة شخص فشوفوا الفرق فإذا كان فعلا نحن نبتغي الأجر والثواب نستطيع أن نطعم مجموعة أكبر بنفس هذا المبلغ ومن غير جهد ونقوم بالأعمال الأخرى ولا ننسى الصدقة الدي سوابة وكم تتضاعف الناس الأغنية لا يحتاجون إلى طعامنا وإنما الفقراء هم الذين يحتاجون إليه فهذا من الفقه الجيد في رمضان والذي يجب أن يتنبه له الناس وأن يتبعوا هذه الفكرة هذه الفكرة الأساسية أيضا نعود إلى رمضان أنه لماذا لا للدعوات لماذا لماذا لكي تستخلصه المرأة لنفسها وتقوم فيه بالتقارب مع أفراد عائلتها وليس المرأة كمان هذا الكلام موجه إلى الرجل هلأ في الأيام العادية أصبحنا نفتقد الاجتماعات العائلية يعني البنت بالجامعة لها موعداء الشاب مثلا يعمل له ظروفه رب الدار عنده عدة التزامات يتأخر في العودة فأصبح منها الصعب أن تجتمع الأسرة على الوجبة الواحدة في رمضان يتحقق لنا هذا الأمر مهما كانت البلد مختلفة خاصة البلاد العربية والإسلامية لا أتكلم الآن عن البلاد الأجنبية مهما اختلفت فيها الظروف بالآخر في رمضان ولو كان الفطر مشاعن مثل ما كان آخر الأيام في سوريا أنا لما خرجت في الثمانينيات كان الناس يأكلون في الشارع وينزلون عادي لشراء الخبز وأغراض الإفطار ميناء الفلافل والمسبحة وكل هذه الأمور ولكأن الوضع رمضان رغم ذلك عندما يؤذن المغرب تخلو الشوارع ميناء المارة وتتوقف البيع ويجتمع الناس في البيوت على مائدة الإفطار فإذا ما زال لرمضان نكهة خاصة ولرمضان جو خاص يجب أن نستثمره في تقوية الأواصر الأسرية كثير أصبحنا نفتقد للعواطف نفتقد للمشاعر نفتقد لمعرفة كل واحد عن أخبار الآخر أنا دائما أروي أنه لما نسأل والله ما أخبار ابنك ماذا يفعل تكون الأم لا تعلم ماذا يفعل ابنه مرة عملوها مسابقة بالتلفزيون أنه بعد ما أنهو المسابقة كان اسمه وزنك دهب أظن بالآخر آخر سؤال يكون أنه بياخدوا لا لا مو وزنك دهب المهم يأخذون الأم والابن بيكونوا بنفس المسابقة كل واحد على أنفيرات فيسألون الأم ما هو الصديق المقرب من ابنك أو ما هو الطعام الذي يفضله ويسألون الأبن نفس السؤال فإذا توافقت الإجابة يأخذون الجائزة ولكن كان لا يتحدث الموافقة إلا في حالات نادرة مع أنه يسألون عن أكثر شيء يحبه أو أكثر شيء يكرهه والمفروض أنه يكون هذا معروفا للأم وهي مقربة من الابن ولكنها لا تعرف في أكثر الحالات مما يدل على ما نعاني منه من التفرقة والبعد وتفرق أواصر الأرحام بين الناس هناك أمور للأسف تتكرر في كل رمضان يتكلم عنها العلماء والدعاء والفقهاء ومن قديم يعني لا يوجد أحد لم يسمع عنها قضية أنه شهر رمضان تحول إلى شهر للطعام وللمسلسلات وكل عام نكرر هذا الكلام وللأسف لا فائدة ولكن بما أنه لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس مضطرون أن نتكلم ونتكلم في هذه الموضوعات الآن البرنامج كما علمت أنا يسمع كثير من الناس في بلدان مختلفة يعني شرائح متفاوتة منها الشرائح التي تعيش في رخاء وفي أوضاع جيدة ومنها بعض المحاصرين الذين يصعب عليهم أن يجدوا قوتة يومهم رغم ذلك أنا سأتكلم بشكل عام لهؤلاء وهؤلاء وأما الأغنية فما زالوا على حالهم وكأنه لا يوجد أي شيء ولا يوجد في العالم فقراء يعني كانوا مثلا العام الماضي أو الذي قبله ينزلون للتسوق قبل رمضان بيومين أو ثلاث فيأتون بما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللحم وغيره ولكن الآن بدأوا قبل أسبوعين يعني أنا احتجت إلى شيء ضروري ولا يوجد في البقالات الصغيرة فدخلت إلى متجر كبير فوجئت بالزحام والأعداد الكبيرة التي تقف في الصف تنتظر دورة على المحاسبة فعن جد نسيت أنه رمضان فلما سألت تبين أنه السبب أن قدوم رمضان فغريب والعربات ممتلئة يعني لا يكفي الزحام والانتظار أيضا الانتظار سيطول لأنه العربات ممتلئة بطريقة غير طبيعية بالمواد الغذائية فما هي القضية؟ الأمر العجيب أنه كمان قبل أيام كنت أسمع التلفزيون العربي السوري الذي يبث ميناء الداخل من طرف النظام فكانوا يحذرون الناس هو طبعا يبث إلى دمشق وحلب الأماكن التي ما تزال آمنة والأمور فيها جيدة فينصحون الناس أن لا يكدسوا الطعام ولا الشراب وأن يشتروا حسب الحاجة وحسب ما يلزمهم لأنه الطعام بالآخر معرض للفساد الطعام أيضا معرض لأنه إذا تكدس أن ينساه الإنسان أو تنتهي مدته فيضطر إلى رميه وقالوا أنه الأمور بخير والأمور جيدة وكلما الإنسان يحتاج ينزل إلى السوق ويشتري فكيف يكون الوضع هكذا في الداخل وفي الأماكن المحاصرة والناس في الخارج خائفون وكأنهم في مجاعة فيجب الانتباه إلى هذا الأمر يجب أن ننتبه أنه والله شهر رمضان ليس للأكل هو بالآخر للعبادة هو للقرب من الله سبحانه وتعالى وبالتجربة الحية الناس الذين قللوا من طعامهم اكتشفوا أنه كان أكثر فائدة لهم استطاعوا القرب من الله أكثر استطاعوا الصلاة بنشاط أكثر استطاعوا قراءة القرآن بفهم أكثر لأنه قالوا أن التخمة تذهب الفطنة وهذا ملاحظ على أرض الواقع فإذن الطعام كثير أصبح مشكلة وثغرة في رمضان ولا فائدة نصيحة التي كنا نقدم أنه لا تتسوق وأنت جائع لكن هلأ المشكلة لو لم يكن الإنسان جائعا يذهب لي تسوق أحيانا الضروري من الطعام فيجد أمامه الحلويات ويشم روائح القلي والروائح الطيبة فيضطر لي الشراء وهو يشعر بالامتلاء وتتفاقم المشكلة فإذا نرجع أنه رجاءا لا بأس أنه الإنسان يشتهي الطعام الصائم ولكن يقلل من الكمية ويضع حصالة كما وضع هذا تبع كأني أكلت ذلك الرجل المشهور العاقل الفطن نضع حصالة ونقول أنه كأني دعوت الناس ونقول كأني أكلت هذه الحلويات ونقول كأني اكتفيت ونضع هذا المال في هذه الحصالة ونصنع كما كان يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم فنتصدق ونكثر من الصدقة أنا دائما الناس يسألوني عن جدي الشيخ علي التنطاوي أنه ما هو أكثر عمل يعمله تعرفوا شو أكثر عمل قلت قبل الآن وأكرره الآن بمناسبة رمضان هو الصدق يعني يمكن لو جالسه الإنسان لا يجد عليه زيادة بقراءة القرآن لا يجد زيادة بصلاة النوافل إلا الصدقة كان لا يسمع بمسكين إلا ويتصدق عليه حتى بعد وفاة جدي كان قد كفل جماعة من الأيتام وأنا جدي توفي فجأة خلال شهرين يعني تعب قلبه ثم توفي خلال أسبوع يعني أحسسنا قبل هوفاته فقط بأسبوع فكان بقي مجموعة من الأيتام كان هو كافلهم واستمروا يدفعوا له من مال جدي حتى تم العام الذي كان قد أخذه على نفسه وتعهد بأن ينفق عليهم وكان أيضا في وصيته أن ينفق المال جزء من ماله على طلبة العلم هذا هو الإنفاق الحقيقي وأما الإنفاق على الطعام في الآخر يسبب للإنسان السمنة يعني هذا الأمر العجيب الناس يأكلون ويشترون ثم بعد ذلك يذهبون إلى الأطباء لكي يحصلوا على النحافة أو مضطرين لكي تزال عنهم الأمراض التي جاءتهم بسبب زيادة الطعام حتى قيل أن الصحابة كانوا من قديم يقللون طعامهم في رمضان زيادة عن الأيام العادية وليس يزيدون في الطعام زيادة عن الأيام العادية وكانوا يحبون الاجتماع على الطعام مع المساكين يعني يقال أن أبن عمر كان يهرب من بيته لكي يكون مع المساكين فيحرص على الاجتماع بهم وقال أنه أحيانا لما يأخذ حصة من الطعام يخرج بها من البيت خلصة لكي يشارك بها الفقراء والمساكين أو أحيانا إذا جاءه مسكين فيدفع له كل حصته من الطعام ويبقى هو على تمر أو تمرتين لكي يأخذ الأجر فهذا هو رمضان الحقيقي هذا هو المغزى من رمضان هذا هو الهدف من رمضان أن نشعر بالآخرين وما أكثر الناس اليوم الفقراء والمعوزين الذين يجب أن نشعر بهم وأن نكون معهم في هذا الشهر كمان بقى يمكن الدعوة إلى لا للدعوات في رمضان قد تثير علي بعض الأزواج فأنا أقول أنه الزوجة أصلا غير ملزمة بخدمة زوجة أو اختلفوا عليها الفقهاء فكيف يلزمها الزوج بخدمة ضيوفه فإذا كان مصرا فممكن يوم برمضان أو يومين من رمضان وأن يعينها أن يساعدها في الدعوة أو يحضر لها مثلا الطعام الجاهز فهكذا يسهل عليها الكثير ويتكون بقى الدعوة هيينة ولا تأخذ منها الوقت الطويل وهكذا يتوصلان إلى حل من دون أن أكون أنا قد تسببت لهما بمشكلة فهذه هي الأفكار الرئيسية اليوم بشكل رئيسي عن الإحساس بالفقراء ومحاولة الصدقة عليهم بدل أن نبدد المال في الدعوات أو في الأكل الزائد عن الحاجة التي سوف يتسبب لنا بالمشكلات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر